فاكرين التفاح اللي كان بتبع قدام المدرسة ومتغلف كده بطبقة عمضة زي الجيلي او العسل وغلونه احمر مش عارفة بقى انت كنت تحبوه ولا لا اكتبو لي في الكومنتات مين كان بيحبوه بيشتري تلعت بقى ان هي حلوة صينية واسمها التنجولو او التنجولو على حسن ما بينطقوها يعني ما عرفش بقى مين خدها من مين احنا مصريين خدناها منهم اللي هما خدوها مننا المهمة يعني هو تريند على تيك توك وهنجربه كوبايتين من السكر وكوباية من المياه مياه عادية من الحنفية وقال بيهم مع بعض رفعهم على النار تغلي غلوة او صورة عصرة لمون واسبيها تغلي كده على نار متوسطة من حوالي خمس دقائي لعشر دقائي لحد ما يبقى يبدأ لونها يدخل من الاصفر للبني يبدأ يبقى ان انت يرفعيها او ممكن تعملي الاختبار كده تاخدي نقطة من الشرباط تحطيه في مياه ساعة متلجة اول ما الشرباط ده تلاقيه النقطة دي نشفت خلاص كده يبقى انت تطفع عليها وده الاختبار اللي بتعمل دايما بس انا سبتها تغلي لحد ما ايه غيرت لونها وتقلت كده حضري اي نوع فاكهة هم بقى صنين بيحملوها باي نوع فاكهة احنا في مصر كنا بنعملها بالتفاح وبنعملها بطبقة حامرة يعني كنا بنحط للشرباط ده نقطة لون احمر اي نوع فاكهة بس المهم الفاكهة اللي هتحطيها على عدن الشيشتاوك دي تكون نشفة يعني تكون نشفيها بمناديل وبعد كده بقى تاخدي الفاكهة بعد ما حطناها على عدن الشيشتاوك او الخلة وتغطصيها في الشرباط اللي احنا التقل اللي احنا عملنا ده وتكوني محضرة جنبك ماية ساقعة فيها تلك وتاخديها من الشرباط بتحطيها في التلك احنا بنعمل حركة دي ليه؟ علشان نسرع ان الشرباط الطبقة الشرباط اللي احنا عملناها برا او طبقة العسل اللي احنا عملناها برا دي تنشف عشان كده بيسموها الحلوة الزجاجية لانها بتعمل الطبقة من العسل الزجاجية ونشفة جدا فعشان تعمل معاك كده لازم يكون العسل ده تقيل عشان كده بقولك حيغلي من خمس لعشر دقايق على النار متوسطة لحد ما لونه هيبقى عامل كده يعني مش هيبقى عسل او شرباط زي اللي احنا بنعمله للكنافة لاا هيبقى قتل شوية وهيغمق كمان شوية بعد بقى متغطصيها وتحطيها في الماية الساعة وتخرجيها بتتبيها ايه؟ تين شفقة يعني هي مش اول ما بتخرجها من الماية الساعة هتلاقيها نشفت لقى دقيقة ولا اتنين كده وتلاقيها ايه؟ نشفت زي ما انتم شايفين كده وكمان لا زقت في الطبقة ده انا في حاجة مكنتش حارفة طلحها من الطبقة المهم بقى رأيي فيها بصوا يا جماعة هو فاكت ربنا عسل يعني وزي الفل وفيها سكر وحلوة اول ليه 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 نحط عليها عسل هنا كلها عايز اقول لكم ان الطبقة دي كانت نشفة جدا 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 وانت بتكليها كده عارفة الحتة دي يعني بتقرمش من بره جدا جدا نشفة ومن جوة طرية طبعا لان الفاكهة جوسي فهو احساس حلو بس بها وانت بتندغيها بتفضل يبتحبه ايه كده عشرة سمتي وتقفليه برضو وتبتحق عشان تعرفت في حاجة لزق في السنين في حاجة غلط يعني العسل ده بيلزق جامل في السنين انا مش عارفة يعني انضغه ازاي انا والعيال قاعدنا يعني ايه مش عارفين فيه ايه فيه ايه ايه فين التركة فين الحلاوة فين فانا شايفة ان هي يعني جرابيها في حاجة بسيطة خالص بمقدار بسيط مش المقدار اللي انا قلته ده بمقدار بسيط لو حبك جرابي وتعيش التجربة وانما هي الفاكهة الوحدها جميلة مش محتاجة اللي احنا عملنا فيها اتا كله انما هي كحلوة للناس اللي بتحب بقى ان هي ايه تقرمش حاجة ويبقى جواه حاجة جوسي يعني تحب الحاجة تبقى انا شوى من بره ومن جوه طريق هتتبسط او من التجربة دي انما العسل زايد شوية او السكر زايد شوية ما فضلوش يعني بس ايه قدين اجربناها لو اعجبكم الفيديو اعملوا لي لايج شير يعني ما تنسوش الشير لو سمحتوا وتكتبوا لي كومنت حلوة بقى يلا اشوفكم الفيديو قديد و باي باي